أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الضمار جراء أحداث يناير كان من الممكن أن يمتد لسنوات طويلة وأضف رئيس سيسي خلال مداخلة له في جلسة حوار مع الرئيس ضمن فعالية النسخة الرابعة من قادرون باختلاف أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية البلاد في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم الألأ ده والخوف ده أن الأمور تخرج وتبقى فيه حاجة صعبة لمصر لكن وأنا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني عشر أحد عشر سنة لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا إن اللي حما مصر ربنا سبحانه وتعالى وأنا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد إيه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه والضيع فيه ويمكن لسنين طويلة عشرين تلاتين سنة أربعين سنة الله أعلم لكن ما فيش حد تاني حمل بلد دي والبلاد اللي جنبينا أنتوا شايفين البلاد اللي جنبينا اللي دخل مرجعش وبالمناسبة نصر أضعف ظروفا من الناس زيت إحنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير فلو كان حصل شكل من الأشكال الاقتتال حرب أهلية يعني في 2012 و13 كانت لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية يا رامس إن الجيش والشرطة والدولة دفع التمن كبير قوي صحيح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر